قابل صفر ومطالب بالتدارك في مباراة الإياب في رادس يوم 31 أكتوبر العاري ومباراة منتخب التونسي الأواصي شكري إلي ترشح اليوم رغم تعادلوا أمام جزائر نبدأ وإحنا بالنتيجة الإيجابية هي ترشح المنتخب الوطني التونسي معناها الأواصي لكأس إفريقيا 2023 بمصر وهو ترشح الثاني في تاريخ المنتخب الأواصي وهو ترشح الثاني على التوالي فريق المنتخب الوطني الأواصي في عدة لعبين معناها بروفيل متعام لعبين مستقبل متع المنتخب الكورة القدم واعد فيه متخب الكورة القدم التونسية على غيرار محمود غربان نصراوي ياسين دريدي أدم جرب يوسف سنان عزيز عبيد وقل دربالي يلعب أساسي مع باجا هادي جرتيلة هذوما كلهم لاعبين يلعبوا في فريق المتاحهم في الفريق الأول في فريق الأكابر إضافة للاعبين بتاع النجم الاذا الساحلي لمعناها يأز عمارهم أوسط الفريق هدايا اليوم ترشح في سيناريو هيتشكوكي مشوق للحظات الأخيرة منتخب الوطني كان يفرد كان يفرد في الترشح بتاعه بعد ما كان فايز على المنتخب الجزائري بنتيجة أربعة واحد يرجع لحدود دقيقة 80 يرجع لمنتخب الجزائري بسيناريو غريب ويسجل ثلاث أهداف ويعدل في الوقت الذي تضيع المنتخب هذه الهدية هذه التعادل الذي كان يرشح المنتخب المغربي اللي يلعب في نفس الوقت مع المنتخب الليبي لكن المنتخب المغربي رفض الهدية هذه وقت التعادل كان يتعادل المنتخب المغربي ترشح هو يعني تعادل تونس تعادل المغرب في فرد نقاط لكن منتخبنا استفاد من هزيمة المغرب لكن المنتخب المغربي انهزم قدام المنتخب الليبي في دقيقة 82 يعني يسجل منتخب الليبي ويهدي ترشح للمنتخب الوطني التونسي اللي يبقى في الصدارة بخمسة نقاط والمنتخب المغربي في المرتبة الثانية باربع نقاط والمنتخب الجزيري في المرتبة الثالثة بثلاثة نقاط والمنتخب الليبي بثلاثة نقاط هذا ايش نقول انا نقول ترشح مهم جدا لازم نستثمروه من اجل النهوض وتطوير والمحافظة على النويو هذي متاع المنتخب الوطني للأواسط ولو انه سمحني سي شكر يراهوا التاريخ معناتها يعيد نفسه في اكثر من مرة يكون عنا اكثر من جيل واعد في برشا اجيال معناتها في برشا سنوات فارتا نفكروا منتخب عمار الكنزاري في الاواصل ومنتخب عبد الحيب السلطان منتخب عخميس العبيدي ومنتخب خمسة اوثمين بتاع اساس مراد محجوب يعني عدة منتخبات هكذا الاشكالية احنا براح بركة حكينا في الاميسيون على البوست فورميسيون اللي هي مشكلة في تونس يعني الفترة بين الاواصل والاكبر يضيعوا فيها برشة من العبية هذه معناها لابد من ايجاد حلول فيها ولابد من معناها المتابعة وعطاء الفرصة اللاعبية داية في وقت ما كنا معنا نجيبوا في ملاعبية جزائريين والمغاربة والليبيين على اساس ملاعبين محليين وصلنا نشوفوا في رق في حاجة التراجرة تونسي يلاعب ثمانية لاعبين مهمش يتوينسا هذه الفرصة متعطاتش للمود اللاعب التونسي باش ياخر نسق المقابلات و باش يغلطوا باش يتصلح و باش نعطيوه الفرصة ان شاء الله طواب بالقانون اللي رجع جديد معناها الملاعبية هذوما اللي لعبوا في عمارهم 17 سنة و 16 سنة كنا و تونسا ميته هم اذوما يلا قاعدين يلعبوا اساسيين مع الفرق بتاعهم في فريق الاول و عمارهم في 18 و 17 سنة ان شاء الله الويوب تعبوتك و كذلك في الاطارة ذيسي شكري من نجم و كل وكال برافو المدارس كبيرة في تونس اللي عودتنا تاريخيا انها التعول على ابنائها على غيرار نجم ريضي السياح نجم السياسي نجم السياسي كل قال ازمة متاعه و منعمل انتدابات شوفنا معناتها جيل تقريبا يعمل الكيف ربا ضرت النافعة يمكن اذوما الجمعيات اذوما سيد اضطروا للتعويل على المخزون الذاتي متاع الفرق هذه معناها من خلال التعويل على الشوبان متاعهم لكن وقت اللي يعاول على الشوبان متاعهم الشوبان جاوبوهم يعني جاوبوهم ايجابيا ولقينا امتوا في رقم معناها كيما النادي الافريقي و النادي سفيقس و النادي السياحلي تقريبا لمثلوا النويو معناها 70% من نويو متاع المنتخب الوطني للاضافة الى الترجل التونسي اللي فيه تقريبا ثلاثة لاعبين على غيرارة عزيزة عبيدة اللي قاعد يلعب اساسي مع المنتخب مع الفريق الترجل يذي الفريق الاول ان شاء الله انوايو هذية متاع المنتخب ذي الاوسط نحافظوا عليها وندعموها ونعطيوها الفرصة باش تلعب في الفريق الكابر وانا تعرف نمشي في خيار خير من هذية الملاعبية ذوما اذا يجيهم اذا يجيهم عروض معناها في اوروبا ميلوجوش الفلوس يمشيوا باش يطوروا مستويهم لانو نسق متاع بكورة في تونس مهوشي معناها كيف مش مش يصير لهم الاستفادة معناها نسق ضعيف مقابلات مأجل لمقابلات السسم وخمسة بطولة خمسة بطولة بخمسة شهور وسبعة شهور برتاح يعني هذوما انا نقول للمسؤولين كونوا سوبل شوية في عملية تسويقهم اذا كان جيتكم معناها اتصالات وعروض معناها في اوروبا يعني حتى من المستوى خليهم يمشيوا خليهم ينطلقوا وعنا احسن مثال منتصر الطالب كيخرج شوفوا في انتوا وفي المنتخب الوطني بتونسي ولا رقم واحد في دفاعنا ان شاء الله الملاعبية هذوما كيما قلت نعود ناكد اذا جيهم فرص وجيهم عروض بالله سهلوا في عملية خروجهم ان شاء الله يلتحكوا ونشوفوا ملاعبيتنا في ابرز واعرق الفرق الاوروبية رو تاريخيا خرجنا ملاعبية معناتها ويبقى المثال الابرز حتم الترابلسي ووقتي اللي يمشي الاجاكس معناتها وعطاه صورة طيبة على اللاعب التونسي كيف كيفي وقت ملاوقات زوباير باية عادل السليمي في نونت وفي فريبورغ معناتها ان شاء الله وبعد جيل امتاع الفين واربعة اللي جبنا به كاسفريقيا راو التونسي ووقتي اللي يلقى الفرصة وكما كان يحكي سي شكري معنات هاو ملاعبية شبين معدل اعمار صغير نقصتهم التجربة لكن لقاوا الفرصة لقاوا الامكانيات باش يظهروا ظهروا في النادي سفيق سلي وفريق كبير ظهروا في النجم السياحلي فريق كبير ظهروا في النادي الافريقي الممنوع من الانتدابات وكانوا ركاس اساسية وتقريبا قاعدين يلعبوا توا صحيح معناتها نقصين على مستوى التكوين وعلى مستوى الكورة التونسية فقدت البريق متاحها خليني نقول رايما دارس كبار كانت تتخرج الملعبية وابرس دليل والشبيب الرياضية القيروانية النادي البنزارتي النادي حمام لمف معناتها معروف عليها التكوين الولمبي الباجي فقدنا المدارس هذية لكن رايما ديما المادة الخام موجودة والملعبية موجودة صحيح لكن وقتها شيء إذا اخذوا فرصة باش يتطوروا مستوى فني يعني هجبنا نبحثوا على تطوير المستوى الفني لللاعبين ما نبحثوش عن التطوير والنفخان اللي كانت متاحهم يعني شفنا غلطة متع يوسف المساكني إن شاء الله متتعودش جانب الماد دي رايما ما يدومش معناتها شوف يجيب طبيعته وراه يجيب طبيعته فكر في كارييرا متاع كورة يعني رايما ملاعبية كالنصراوي كي ادم قرب كي معناها الاسسوا ذاك غرام تعمل تسويق كي مع عزيز عبيد متاع التارجي كي مع معناها الياسين دريدي متاع النادي الأفريقي فا ادم قرب أذوم ملاعبية إذا كان يمشيوا يلعبوا في بطولات معناها أوروبية رايما مستواهم يتطور ويكون مكسب للمنتخب الوطني بتونسي بتاعنا بيهن سكروا قوس المنتخب التونسي للأواز توم بيركول ومرة أخرى ضمان تأهلوا الكاس إفريقي خلق أقل من عشرين سنة مصر ٢٠٢٣ رغم تعادل اليوم أمام الجزائر مباراة السعيبة وروفونش خليني نقول المنتخب التونسي إذا يحب يترشح للدور القادمة هي دورة تأهيلية للدول شمال أفريقيا منطقة شمال أفريقيا مشي يتعدى منهم واحد وانتي وقتين يتتعدى من شمال أفريقيا انتي على حساب الجزائر وحساب المغرب يوم عندهم مرعبية رموشتوا خرج معناها المغرب وتزير يعني مرعبية عندهم الإمكانيات هذيك اعتبره وحكرك انتي عندك المهالات الكافنة باش تمشي لبعيد هلو نؤمنوا بإمكانيات لعبين بتاعنا فلفل أصنف هذيك ألف مبروك للمنتخب التونسي الأواص كما قلت ترشح كاس أفريقيا الأقل من عشرين سنة فقط مروا مرور الكرام وأهم استنتاج وإلا النجم ونعملوش قراءة صغيرة في مباراة الإياب بالمنتخب الأولمبي التونسي ومباراته ضد الكونجو نهار لحد في ملعب رادس مطلثة أمتال عشية نعرفوا منتخبنا يشرف عليه المدرب مهر الكنزارين هزم في برازافيل 2 مقابل 0 ولكنه يبقى حظوظه تقريبا موجودة خليه نقول سي شكري لكن منتخب الكونجو يفرض الاحترام ومنتخبنا مطالب باش يرجع في مباراة الإياب باش يبقي على حظوظه كاملة شوف مقابلة تقريب بالنسبة للمنتخب التونسي ضد المنتخب الكونجولي تقريبا نقول المنتخب الوطني ما عارش يتعامل مع التنقل اللي كان صعيب بارشا وإن شاء الله معنا هنتيجة هذية ما تصعبش يعني المهمة بتاع منتخبنا في مقابلة العودة نهار 31 أكتوبر إن شاء الله المنتخب متاعنا الأولمبي يلقى دعم الجماهير متاعه ويلقى معناها التشكيلة المثالية ونقاء ومعناها منتخبنا في أحسن حلة باش يرجع لأنه ما استناء كانت ترشح من الدورة دية تنتظر مقابلة صعيبة بارشا مع الفائز بين جنوب أفريقيا ومنتخب طبولي يعني ما زالت التصفيات أنا ما عليش نحكي عن المنتخب التصفيات معناها المنتخب التونسي لأنه توتسويت بعد المنتخب التصفيات ومعناها قتلك يتغيب عليها اللاعبين بتاعي أنا ما نلعبش لا متأجل لمقابلتي وهذا إشكال مش يصير ما زالت كل ما المنتخب الوطني تلوها لتونسي متش يترشح لدور الجاي كل ما الإشكالة داية مش يقع تقايم واضح إن شاء الله بالله توفيق المنتخب الأولمبي لتونسي من أجل الترشح للدور القادم خاصة أنه كاس أفريقيا بشكون مؤهلة الأولمبياد باريس 2004 أذيكا الهمية متاحة كونه كاس أفريقيا تترشح يعني مؤهلة الأولمبياد باريس معناها أذيك عديش إن شاء الله بالتوفيق لمنتخب التونسي ومبيرك ومرة أخرى ترشح منتخب الأواسط لكاس أفريقيا مصر 2023 نعمل الترتيحة مع الموزيكا ونرجعو لكم في الجزء الأخير